استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله في قصر الصخير هذا اليوم صاحب السمو الملكي لامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر وصاحب السمو الملكي لامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأولى لرئيس مجلس الوزراء وخلال اللقاء أطلع صاحب الجلالة سمو رئيس الوزراء وسمو للعهد على نتائج زيارات الرسمية الناجحة التي قام بها جلالته لجمهورية مصر العربية الشقيقة ومباحثاته المثمرة مع أخي فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي والتوقيع على حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في المجالات المختلفة والتي سيكون لها المردود الإيجابي على مسيرة العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على شعبيهما الشقيقين مشيدا العهل المفدة بالحفاوة البالغة والمميزة التي قوبل بها جلالته والوفد رفيع المستوى المرافق على أرض الكنانة التي عكست أصالة وعراقة مصر وشعبها العزيز وشدد صاحب الجلال على دور مصر المحوري بما تملكه من تاريخ مشرف وثقل استراتيجي في دعم القضايا العربية وركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من المواضع المتصلة بالشأن المحلي والهدف إلى تعزيز المسيرة الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات للوطن والمواطن مشيدا جلالة الملك المفدة في هذا الجانب بجهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وسعي سموهما الدائم المستمر لمتابعة وتطوير عمل الحكومة الموقرة لكل ما فيه خير وتقدم وازدهار مملكة البحرين ورفاه شعبها الكريم شكرا